لم تكن أبدا هرتقات الحوثيين وترهاتهم حول مساندة مطالب الناس يوما ما صادقة أو حقيقية بل قشرة هشة تخفي وراءها نوايا سيئة واطمع انكشفتها وبرهنة الأيام التي أكدت أن الحوثي وجماعته ما هي إلا جماعة تتخفى برداء الدين وآل البيت للاستيلاء على مقدرات الشعب اليمني ونهبي ثرواته مقدرات الشباب والرياضيين والأملاك العامة للدولة الواضحة للأصول للشعب اليمني كانت ومزالت مطمعا للقيادة الحوثية وهدفا للاستخدام السيء للسلطة للإثراء السريع لهذه القيادات التي لم تفرق بين العام والخاص في النهب أرضية ملعب شباب الجيل أحد أهم وعرق الأندية اليمنية والتي تبلغ مساحتها ستون ألف متر تعرضت لاعتداء نافذ من القيادات الحوثية في وضح النهار رياضيون ونشطاء قالوا أن هذا القيادة الحوثي بشر البناء على أرضية الملعب بتأسيس قواعد والسحداثات التأسيس للبناء وسط الملعب محتميا بمسلحين حوثيين حضروا لتأمين عملية البصد على الملعب الرياضي رياضيون مدينة الحديدة اعتبروا هذا الفعل الشنيع ظاهرة خطيرة تهدد كل المشأة الرياضية بالمحافظة واليمن وتضر بالمصلحة العامة وطالبوا بوقف مسلسل الاعتداءات المتكررة على أرضية نادي شباب الجيل وتأمينها من ما في الأراضي التي أصبحت لا تفرق بين العام والخاص ما يحدث لنادي شباب الجيل وفي وضح النهار يأتي في ظل تواطئ من السلطات الأمنية الحوثية في محافظة الحديدة ووزارة الشباب الرياضة في صنعة التي لم تصدر حتى الآن بيان لخطورة هذا الأمر لتؤكد أن النهب عملية منظمة خلفها ثقافة أن الشعب اليمني وكل مقدراته هو ملك لهذه الجماعة لا كما قالت يوم مقدمها من مران صعدة ترجمة نانسي قنقر